السلام عليكم طلاب اليوم طلاب الثالث متوسط موضوع الميل سبق وان شرحته بالرابع عدبي بس السراح اشرح للثالث متوسط لان انا مقصر وياهم فطلاب ميل بين نقطين هذا القانون مالي فمطيني نقطين ورايد اطلع الميل ببياناتين اش اسوي اكتب القانون اللي هو هذا تحفظوني واي اثنين ناقص واي واحد على اكس اثنين ناقص اكس واحد تمام نجي نكتب اكس واحد اكس اثنين واي اثنين طبعا ذني رمزناهن انا موت اعرف اش اعوض اش راح اعوض كل نقطة تبدي باكس تنتهي بواي تمام فاجي واي واحد اللي هي واحد واي اثنين قصدي واي واحد اللي هي سبعة واكس اثنين اللي هي سالب اثنين واكس واحد اللي هو خمس تمام فه سالب سبعة تروح واحد اش قد تبقي سالب ست وخمسة واثنين صرا سبعة سالب وياس سالب تروح راح صير موجب اذن هذا الميل شنوه بحالة تزايد لانقيمة الواي تزايد نحو الاعلى المستقيم وين نحو الاعلى لانموجب والواي بحالة تزايد والواي بحالة تزايد والواي بحالة تزايد تمام هذه النقاط عوضتين واي اثنين واي واحد اكس اثنين اكس واحد هذا القانون فرمزت هذنين نوبوجيت عوضت واي واحد واي واحد اش قد سبعة واكس اثنين اللي هي سالب اثنين واكس واحد اللي هي خمس طلعت ناتج اختصرت اشارات ما طول طلع عدي بالموجب اذن المستقيم نحو الاعلى والواي بحالة تزايد السمطيني مثال ثاني همينا نقطين ويريد الميل همينا نفس القانون اطبقين بالنسبة الطلاب الثالث متوسط والرابع ادبي نفس القوانين بالميل يعني السنة هم نوع شرعه الرابع بس نفس المادة اللي شرحتها مايخالف فهم راح اشرحها فهنا عندي واي اثنين ناقص واي واحد واكس اثنين ناقص اكس واحد حسنا نعم ازنين اكس واحد واي واحد هاي النقطة والنقطة الثانية راح تصير X2 Y2 تمام أجأ عوضهم Y2 اللي هي جئت قيمتها 2 Y1 اللي هو 5 X2 اللي هي 4 X1 اللي هو سالب 1 ومنها سالب صارت موجب فراح يصير سالب 3 على 5 والإشارة طلعت سالب إذن المستقيم نحو الأسفل Y في حالة تناقص بما أنه الإشارة سالبة فالمستقيم نحوه راح يكون نحوه ميل المستقيم راح يكون نحو الأسفل والY في حالة تناقص شكرا لك شكرا لك